وضع وزير النفط والمعادل الدكتور سعيد الشماسي ومعه المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق الوليد بالحاصمة المؤقتة عدن حجر الاساس لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية المهمة لشركة النفط اليمنية بعدن وتشمل المشاريع زيادة السعى الخزانية من خلال بناء خزان وقود بطاقة استيعابية تبلغ 23 الفطن بالإضافة إلى البدء بالمرحلة الأولى لسفلاتة الطرق الداخلية للمنشأة وإنارتها إضافة لمنظومتي الإطفاء والرادار جيت وغيرها من المشاريع الأخرى كما افتتح وزير النفط والمعادل ومعه أمين عامل مجلس المحلي لمحافظة عدن بدر معاون ورفة التحكم المخصص لخزانات الوقود واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع الذي تنفذه الشركة النفط وأهمية تنفيذه وفق الدراسات والتصاميم الفنية وبوتير عالي لإنجازها بوقتها المحدد وأشهد وزير النفط والمعادل بأهمية المشاريع التي تنفذها شركة النفط اليمنية ودورها التطويري الذي تقوم به في سبيل ارتقاء بجودة المشاريع وجهود قيادتها موثلة بمجيرها التنفيذي الطارق الوليدي ومدير شركة النفط بعدنا الدكتور صالح الجريري موسيقى